شدد مقرر لجنة التعليم في الحوار الوطني جمال شيحة على أن المجتمع مهتم بقاضية التعليم مشيرا لأن الحوار الوطني أتاح الفرصة لعشرات الأشخاص من مختلف الاتجاهات والأحزاب والخبراء لتوضيح آرائهم في تطوير التعليم جاء ذلك في لقاء مع تلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني طلب المشاركة والحضور في جلسة التعليم قبل الجامعي تدل على اهتمام مجتمعي غير عادي بقضية التعليم والجلسة والمسؤولين عن إدارة الحوار أتاحوا الفرصة لعشرات من المتحدثين من مختلف الاتجاهات ومختلف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وأولياء الأمور والطلبة والخبراء وأساتذة الجامعات والمعلمين كل أطياف المجتمع كانت ممثلة وبحماس شديد والحمد لله قدرنا أن نعطي الكلمة للجميع ليعبروا عن رأيهم ترجمة نانسي قنقر